وآخر محطاتنا لليوم رح نروح للمساحة القانونية ونحكي عن سندات الأمانية المتشرة بشكل كتير كبير كيف نظر القانون لها شو هي أهم العقوبات وكيف نحن قادرين اليوم نحصن نفسنا ومر بالنهاية نروح للمحاكم ويضيع حقنا ودائما نحن نقول القانون ووضع لحماية المواطن ولكن بدأ شوية وعي القصة معلمات كتير مهمة حتخبرنا عن نظيفتنا لليوم وهي الأستاذة المحامية آلاء كريم الديني سعد صباحك أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا فيك بداية خلينا نحكي ونعرف شو هو سند الأمانية تمام هل هو سند الأمانية قيام شخص بأعطاء مال مبلغ معين لشخص آخر على سبيل الأمانة لأعادته حين الطلب ويقوم بالتوقع لذلك على السند بيبقع فيه على السند طبعا عنا معلومات أساسية لازم تتوافر بالسند معلوماتي اللي عم يحرر السند صاحب السند ونفصل هويته بشكل كامل نذكره عنوانا والمتواجدين هذا المهم كثير مهم إذا بنحتاج إلى وقت ما عم بدنا نبلغه أو بننوجه إنزار فالمكان هو كثير مهم مكان سواء لصاحب السند أو نحرر السند خلينا نروح للقانون السوري وكيف نظر لموضوع سندات الأمانية ذكرتي اليوم التفاصيل مفروض تكون كثير مكتوبة بالسند ولكن نحن اليوم عمشوف سندات فاضية عم تتقدم عم تتعبق فيما بعد يعني طبعا وهذا سندات بتكون هي سندات على بياض مو مكتوب فيها المبلغ المالي وهذا غلط كتير كبير لأن إذا ما نذكر المبلغ المالي هو بأدين بيكتب أي مبلغ والضياء سواء كان حقيقي المبلغ أو مال حقيقي طبعا الواحد ما بقدر يقول لا هذا أنا مو المبلغ خلاص هو وقع على بياض بيتحمى بالنتيجة ما هي العقوبات في حال؟ في حال رفع دعوة جزائية في عقوبة حبس تتراوح بين ستة شهور أقل الشهور لثلاث سنين طبعا في غرامة وفي تعويض حتى التعويض هو عشرة من المية من قيمة مبلغ السندات الأمانية والغرامة تتراوح بين ربع قيمات العطل والضرار حتى النصف والحبس ذكرت من ستة شهور لثلاث سنين إذا بنا نحكي عن إسقاط الحق الشخصي هل هو بيخفف العقوبة؟ نعم طبعا إسقاط الحق الشخصي خلاص هو السند أمانية عقوبة طال أنه في حق شخصي وفي حقها مثل الحق الشخصي خلاص وإذا هيدون العقوبات السند أمانية من العقوبة في حال صار إسقاط حق شخصي هي معد في عقوبة أبدا بتروح العقوبة نهائية طب اليوم في أي إجراء معين قانوني إذا في حال شخص بده يدين حدا أو يستدان من حدا أو هذا الشخص لحتى يحفظ حقه بعيدا عن سند الأمانة أو يكون آمن أكتر من سند الأمانة؟ هلأ فيه كثير بس حتى سند أمانة هو آمن يعني وقت ما بواحد يكتب سند أمانة فيه عليها حجز احتياطي بعدين يصير حجز تنفيذي وفيه حبس وفيه غرام وتعوده فيه أديش بتروح المدة تقريبا في حال الشخص قدم شكوى للمحكمة؟ وقت إجراءات المحكمة بشكل عام؟ هلأ فيه هي بتاخد مشكلة بتاخد وقت بين إجراءات المحكمة أمام بضاية الجزاء؟ نحن محكمة محكمة مدنيوة ومحكمة جزائية ولكل مننا حالاتها باتخاذ إجراءات طبعا أنا بس حكيت عن محاكمة جزائية الآن ما فتت موضوع المدني هلأ هي بتاخد وقت لأن فيه محاكمة جزائية إذا ما تبلغ بالذات فبصير إحنا أمام ممكن نقدم اعتراض ممكن قدم ريد الاستقناف ممكن حتى إذا ما حضنا قدم اعتراض على الاستقناف فهذا بيأخد وقت أما إذا تبلغ بالذات خلاص محاكم بداية الجزاء بعدين استقناف ممكن هلأ فينا دعاوة مدنية هاد دعاوة مدنية بيختلف عن الدعاوة الجزائية بالتين تين أول شيء ما في حبس هو دعاوة مدنية ما في حبس وما منحتاج الإنزار كاتب عدل بالدعاوة المدنية الدعاوة الجزائية ما بتنسمع إذا ما فيه إنزار كاتب عدل فيه أشخاص ممكن نرفع فيهم أكتر من سند سندات اليوم شو يعتبر هذا الشخص جمع أموال قانونية طبعا هلأ هون حسب الشخص شو رفع إذا ما عم مثل خمس سندات أمان إذا رفعنا بدعاوة واحدة فقلص هي دعاوة سند أمانة بالدل طيب اليوم برفع بنفس الاسم يعني أنا فيني أرفع اليوم سند خمس سندات أمانة باسم أنا بشخص واحد أو مفروض يكون لحتى يروح لصفة جمع الأموال أنا بحاجة لخمسة أشخاص اليوم الأمو شرط خمسة أشخاص إذا رفعوا بأكتر من دعاوة بكفي يعني ما ترفعهم دعاوة واحدة لو نفس الصاحب يستند نفسه إذا رفعوا بأكتر من دعاوة هذا بكفي لكون إنه جمع أموال أما إذا رفعوا بدعاوة واحدة فقلص لا بنتظل دعاوة سند أمانة معها لجمع أموال وقوبته نفس عقوبة الصند الواحد القانون واحد اليوم أكيد لا ممكن تتشدد يعني ممكن تتشدد إذا قلت لك جمع أموال تصار بيختلع في عقوبة بتختلف تمام كتير من الأشخاص يمكن حتى منشوفهم بحياتنا يمكن ما عندهم هاي الفكرة أو الوعي فعلا إنه سند الأمانة عليه عقوبة وفعلا إنه هو آمن في أشخاص كتير راح تلاحوا إنه من بعد ما بدأ هو الشخص نفسه إنه ما رح تستفيدوا شي حتى إذا اشتكيته فهنه بيسكتوا عن هاي القصة أنه فعلا إحنا ما رح نستفيد شي خلينا نوضح ونوعي أكتر بهذا الموضوع أنا مبعف للشكل عنه أخذ الفكرة عن سند الأمانة إنه ما هو بس مشكلة الوحيدة إنه ممكن أي بيعقد وقت بس طبعا محفوظ حقه من بداية ما بترفع أنت دعوه جزائية أو مدنيا ممكن أنت تعملي حجز احتياطي على أمواله كله ممكن تعملي بعدين إذا أخذت قرار بس الحجز تنفيذي وممكن تعقلي منع سفر فهذه كل الأمانة بتضمن حقه أكيد بالصاحب السنة بتضمن حقه ومثل ما أن الغرامات والتعويضات والمبلغ السند والحبس كله هذا كافر يضمن حقه طب خلينا ما نروح على الحبس وما نروح على المحاكم لا جزائية ولا مدنية اليوم في نصائح قانونية يمكن وتوعية قانونية نحن إذا كنا على ثقافة بهذه التوعية نحن اليوم قادرين نضمن حقنا شو هي أهم خلينا نقول إجراءات لتوقيع سند أمانة والاحتفاظ فيه بشكل قانوني نحن نقدر نحفظ حقنا فيه قانونيا اليوم شو أهم الطرق السليمي لحتى نعمل نحن سند الأمانة هل يوم بحاجة شهود هل نروح لكاتب العدل هل نحن نوصح بمحكم لا سند أمان هو قوي لا يحتاج إلى شهود خلص توقيع البسمة هو مجرد توقيع على سند أمانه نحن أمام أنه ممكن نقدر نطالبه بحقه فهو مجرد توقيع على سند هون صار عنه مفترض أنه ينعمل عند محامي ولا مو بالضرورة لا لا مو شرح حتى هو سند أمانه ما يطلب شكل معين أبدا أي شخص يكتبه بين شخصين فقط يعني إذا كان عند كاتب العدل ما أفضل مثلا هل هو بسرع عن كاتب العدل بس أنه ما في أنه أفضل هل أشو الفري الكاتب العدل إذا صار ممكن يستند أمانه يدعي أنه مزور ونفوت بسد خبراته وقيعه بسمة البسمة صحيحة أولى أما إذا صار على الكاتب العدل فهو صار ورقة رسمية ما بيدعب إلا بالتزويل طب ذكرنا شوي أنه الله شخص اليوم قادر أنه يقدم شكوى الخطوات الأساسية هو بوقت بدي يقدم شكوى عاد الشي بده يوكل محامي أو فورا بدي يروح عن طريق المحكمة شو هي الخطوات الأولى هل هو أول شي بسرع فيها مجالي ممكن يقدم شكوى عن طريق الدعاء النياب العامي والنياب العامي هي بتحرك دعوة أمام محاكم بداية الجزاء أو ممكن هو فورا يقدم دعوة أمام بداية الجزاء هي وجزاء يعني مدنيا فورة بسجل دعوة مدنية أمام القضاء المدني معلوات أكيد كثير مهمة لليوم وهيك دائما منقول إن شاء الله ما حدا بيروح دائما القانون السوري وضع لحماية هذا المواطن بس شوية توعي يعني إحنا كيف قادرين نحفظ هذا الحق شكرا لحضورك اليوم المحامية ألا كلمات دي شكرا لإليك شكرا لإليك ولمعلومات اللي قدمت شكرا لإليك